مشاهدين الكرام في كل مكان برحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب كعادتنا بنرحب بكل مدخلاتكم وبنسعد بكل أيضاً تعليقاتكم بالأخص اللي بتكتبوها لينا على الفيسبوك يعني أنا من كم يوم حطيت عنوان الحلقة وكلمت عن موضوع حلقة اليوم ووجدت فيه تفاعل من كثيرين على موضوع الحلقة فبشكركم لأجل تفاعلكم وإحنا طبعاً بنرحب بكل أسئلاتكم وبكل مدخلاتكم وبكل أيضاً استفساراتكم المتعلقة بالكتاب المؤدس وبأيضاً بالإيمان المسيحي موضوع حلقة النهاردة موضوع مهم جداً ليه الموضوع مهم؟ لأنه ببساطة هناك سوء فهم منتشر بالأخص عند المفسرين المسلمين الذين يحاولون أن يفسروا الكتاب المؤدس في أوقات كتيرة بياخدوا آيات خارج نطاقها وخارج القرينة بتاعتها ويفسروها تفسير غلط هذا التفسير بيبقى تفسير خاطئ لكن هم بيعتقدوا أنه ده بيخدم غرضهم وهدفهم وهو تشويه الكتاب المؤدس أو نقد الإيمان المسيحي فعش كده موضوع حلقة النهاردة هو الآيات التي يسيء تفسيرها المسلمين هم طبعا بيسيء تفسيرها وبيسيء فهمها وعلى فكرة الفهم الصحيح والتفسير الصحيح ليس ببعيد يعني مش حاجة مستحيلة النهاردة لو دخلت حتى على جوجل أو على أي ويبسايد مسحية وكتبت الآية اللي انت عايز تفسيرها ممكن لا يتجد التفسير الصحيح لها لكن لأسباب أخرى هم مصرين على تفسير بعض الآيات تفسيرا خاطئا وده لنا أحاول النهاردة أخذ بعض الآيات طبعا فيه آيات كتيرة هم بيستغلوها استغلال سيء لكن النهاردة أحاول أخذ بعض من هذه الآيات وأتكلم عنها شوية بالتفصيل الآيات التي يسيء تفسيرها المسلمين نبدأ منين؟ نبدأ من آية دايما بتقتبس في مناسبة وغير مناسبة كويس؟ وبالأخص في محاولتهم إنكار التجسد ففي محاولة لإنكار تجسد الرب يسوع دايما الآية دي اللي بتتبقى موجودة في سفر العدد وأصحاح 23 وعدد 19 ليس الله إنسانا فيجذب ولا ابن إنسان فيندم فالآية دي الاستخدام اللي بيستخدموه سوري الاستخدام اللي بيستخدموها لي على طول من غير ما يفكر يقول لك الله مش ممكن إنه يصير إنسان أو فكرة أو الإيمان بالتجسد إيمان مرفوض طبعا ده في عدم فهم للتجسد لإنه زي ما دايما بنقول وبنعيد إن التجسد ليس معناه إن الله تحول إلى إنسان وليس معناه إنسان صار إلها تجسد هو اتحاد اللهوت بطبيعة إنسانية كاملة بشرية لكن خلينا نشوف فيديو الفيديو ده يمكن بيشرح لنا الفهم الخاطئ لهذا النص الكتابي وبعدين نرجع نتكلم عن هذا النص الكتابي والقارينة بتاعته وتفسيره بحسب التفسير الكتابي المسيحي فنشوف الفيديو ونرجع لحضر هنا تحت عنوان بركة بلعام الثانية في العدد رقم 19 نص مهم هنا بيقول إيه ليس الله إنسانا فيجذب ولا ابن إنسان فيندم هل يقول ولا يفعل أو يتكلم ولا يفي ليس الله إنسان ولا ابن إنسان فبالتالي المسيح من إنسان مستحيل يكون الله والإله نفسه مش إنسان طبعا النص واضح فبالتالي عندك مسألتين إن الإله صفاته غير صفات الإنسان والصفات الإلهية في مقابل الصفات الإنسانية متنقدة ما يجتمعوش ما يتحدوش لإن يستحيل اتحاد الضدين طبعا نحن بنسأل بكل بساطة يا ترى يا جناب الداعية أريد أي تفسير لهذه الآية تفسير مسيحي طب غير كده أريد الأصحاح كله ماهما فيش آية بتتاخد بدون القرينة بتاعتها ويز؟ هل أو السياق بتاعها فأنت أريد الأصحاح كله فهمت تقالت إزاي واللي مقصود بها إيه وليه الآية دي وإيه التركيز اللي فيها طبعا لا لكن إنت مجرد إن إنت الآية إنه ليس الله إنسان يبقى كده على طول آه الآية دي تستخدم ليه هدم الإيمان المسيحي بالتجسد الآية دي تستخدم في الطعن فيه إن المسيح ابن الإنسان فبتالي المسيح ليس هو الله وده طبعا فهم خاطئ لابن الإنسان وفهم خاطئ للتجسد وفهم خاطئ للآية وفهم خاطئ للنص الكتابي كله طيب تعال بقى معي كده شوية بشوية وإيه وأنا أشرح لك الآية دي علشان تفهم يعني معناها إيه الآية دي لازم تتاخد من القرينة بتاعتها قرينة بتاعتها كلها فقبل ما أكلم عن النص ده أنا هرجع إلى نص آخر وهو ابتداء من أصحاح 22 من سفر العدد الآية موجودة في أصحاح 23 بس أنا هرجع إلى أصحاح 22 وأخذ منه بعض الآيات يا جناب الدعية في ملك ملك مؤاب ملك مؤاب اسمه بالاك أو بالاك كويس؟ ابن أو ابن صفور ولما شعب إسرائيل خرج من أرض مصر وهيعدي على أرض مؤاب الملك ده ارتعب قالك أنه دول هيطلعوا على كل الأخضر ويعني يحولوا إلى يبسها شعب كثير وأمة قوية وطبعا أنه ربنا معاهم وصنع معاهم آيات ومعجزات وعمل آيات كثيرة في أرض مصر فبالطبيعة جدا هذا الملك ملك مؤاب يرتعب فيعمل إيه؟ دعي لأ دور على واحد من الأنبياء اللي ممكن يكونوا موجودين وأخليه يقول كلمات لعنة على هذا الشعب فيمكن لما الشعب دون يلعن يضعف فبالتالي أقدر أني أهزمه فدور على نبيه فلقي بلعام ابن بعور فبعث له رسائل وقال له تعالى لأنه أنا عايزك فالأول رفض بلعام وبعد كده نزل قدام المال والإغراءات المالية الكثيرة يعني خنع ونزل لملك مؤاب لما راح هناك قال له أنا عايزك تلعن لي شعب إسرائيل فبالعام قال له بص اللي هيقوله رب أنا هقوله فالمهم خده في أصحاح 23 بقى من أكتر من ناحية أول مرة يقول كده في عدد ستة فرجع إليه وهو ده واقف عند محرقته بلعام رجع لي بالاك وهو واقف عند المحرقة وجميع رؤساء مؤاب فنطق بمثله وقال من أرام أتى بي بالاك ملك مؤاب من جبال المشرق تعالى إلعن لي يعقوب وهلما اشتم إسرائيل شوفوا بقى الكلام اللي بيقوله بالعام كيف ألعن من لم يلعنه الله وكيف أشتم من لم يشتمه الرب يعني إذا الرب قال حاجة أنا ما قدرش أغيرها يعني إذا الرب قال بركة على هذا الشعب مش ممكن هذه البركة بإنسان تتحول إلى لعنة واضحة الفكرة فده الهدف فالمال مهم بقى لك زعل وقال له طب تعالى من ناحية تانية يمكن تشوف حاجة في الشعب بعفة في الشعب وتقدر تقول كلمات لعنة فاخده من ناحية أخرى وقدم دبائح أيضا إلى آخره في عدد 16 بقى وده النص اللي موجود هنا ابتداء من عدد 17 فأتى إليه بالعام أتى إلى ملك مؤاب فأتى إليه وهو ذا هو واقف عند محرقته دي المحرقة التانية لأدمها ورؤساء مؤاب معه فقال له بلق ماذا تكلم به الرب فنطق بمثله وقال كم يا بلق واسمع اصغي إلي يا ابن سفور ليس الله إنسانا فيجذب ولا ابن إنسان فيندم يبقى القارينة هنا اللي بيكلم عنها زي ما قال قبل كده إنه مش ممكن أبدا كيف ألعن من لم يلعنه الله وكيف أشتم من لم يشتمه الرب يعني معنى إنه إذا الرب قال حاجة وبارك حد مش ممكن يرجع فيها هنا بيقول له نفس الحقيقة ليس الله إنسانا فيجذب ولا ابن إنسان يعني أنت عايز تحول البركة إلى لعنة لشعب إسرائيل فمش ممكن أبدا البركة اللي نطق بيها الرب نحو إسرائيل تتحول إلى لعنة عشان كده قاله الحقيقة دي ليس الله إنسانا فيجذب ولا ابن إنسان فيندم هل يقول ولا يفعل أو يتكلم ولا يفي إني قد أمرت أن أبارك فإنه قد بارك فلا أرده يبقى الأمر كله مرتبط بيه مرتبط ببركة الرب لإسرائيل لم يبصر إثما في يعقوب ولا أتعبا في إسرائيل الرب إلهي معه وهتاف ملك فيه دي القرينة يبقى القرينة زي ما إحنا قلنا بكل بساطة إنه مش ممكن الشعب اللي الرب باركه إنه الرب أيضا يغير كلامه ويلعنه وتتحول البركة إلى لعنة مش ممكن مش هيحصل نيجي بقى عدم الفهم ناتج عن اقتباس ودي الحقيقة آية دون فهم القرينة التي جاءت فيها يعني ياريتك كنت أريت الأصحاح كله يمكن كنت فهمت المضمون اللي بيكلم عنه هذا الأصحاح وفهمت الآية في مضمونها الصحيح لكن ما حصلش حاجة تانية النص الكتابي لا يتكلم عن التجسد لا يتكلم نهائي عن التجسد ولا يتكلم عن إمكانية حدوث التجسد ولا ينفي حدوث التجسد ده نصي بيتكلم عن حاجة خالص مختلفة وهي إن الله أنا كإنسان ممكن أرجع في كلامي أنا كإنسان ممكن أجذب لكن الله لما بيقول حاجة هو مختلف عني لكنه ليس له علاقة بالتجسد ولا يمكن لأي إنسان عاقل كويس أن يستخدم نص كهذا لكي ما ينفي التجسد ملهوش علاقة بالتجسد لم يقل النص أن التجسد مستحيل لإنه الكتاب المؤدس كله بيكلمنا عن المسية ومجيء المسية على فكرة نفس الشخص اللي قال الكلام دوا اللي هو بلعام كويس ابن بعور اللي نطق به نطق أيضا بنبوة عن مجيء المسية في الأصحاح اللي بعده مباشرة يعني في الأصحاح اللي بعده مباشرة في الأصحاح 24 وفي عدد عدد 17 يقول لنا يقول لنا أراه أراه ولكن ليس الآن أبصره ولكن ليس قريبا يبرز كوكب من يعقوب ويكون قضيب من إسرائيل دي نبوة عن المسية نبوة عن الرب يسوع كوكب الصبح المنير القضيب اللي هيخرج من صبت يهوزة زي ما تكلم عنه في أصحاح 49 من سفر التكوين قضيب ملك ملك ابن داود بحسب الجسد فياريت يعني لو أنتو يعني بتكلموا عن أنفسكم أن أنتو باحثين ويعني بتدوروا على الحقيقة يريدك تقرأ توسع شوية الإراية وتقرأ ما قبل وما بعد أوقات كتيرة وإحنا كنا بنتعلم علم التفسير كان يقول لك لو أنت بتقرأ آية لابد أنك تقراها في البراجراف بتاعها ولو ما فهمتهاش في البراجراف بتاعها إراها في الأصحاح ولو يعني ما قدرتش تجيب التفسير الصحيح اقرأ كل السفر عشان تقدر تفهم القرينة والسياق بتاع الآية فالآية ملاش علاقة بالتجسد ولا تنفي التجسد ولا ضد التجسد ثم للآية هدفة ايه النص هنا بيقارن بين الله الذي لا يكذب ولا يتراجع في وعوده ومع الإنسان الذي يكذب ويتراجع في وعوده الله بيستخدم لغة بيفهمها البشر البشر معروف بينهم احنا وديه أوقات كتيرة يقول لك ده رجع في كلامه لا ده الحاجة مش حقيقية كويس وعشان كده عندنا انه الإنسان لو فيه حاجة ممكن يكتب تعهد عندنا كمبيلات عندنا الإمضاءات بتاعتنا دي كلها ليه لأنه معروف ان الإنسان ممكن يرجع فبالتالي دي تبقى document موثقة موجودة علشان الإنسان ما يرجعش في تعهداته وفي ارتباطاته لكن الإنسان بيرجع فبيقول له الله غير الإنسان أو أتفكر انه الله زي البشر الله مختلف وكلنا عارفين وكتاب المؤدس بيأكد لنا الحقيقة دي من أول أصحاح في صفر التكوين إلى آخر أصحاح في صفر رؤية ان الله مختلف عن البشر أنه بمن تشبهوني يقول رب لا يمكن أبدا يوجد شبيه للرب لكن هنا النقطة اللي بيركز عنها إنه ما تفكرش في الله زي البشر هو وعد بالبركة وأمر بالبركة بل وقد بارك ومش ممكن أبدا البركة دي تتحول أو يرجع فيها وده على فكرة أسلوب مستخدم في الكتاب المؤدس كثيرا أسلوب إنه ربنا بيقارن بيستخدم المقارنة اللي يعمل الكونتراست دوان علشان يوضح صفة من صفاته ويقارنها بالإنسان سلبا أو إجابا يعني في بعض الأوقات بيتيجي إجابيا وفي بعض الأوقات زي ما احنا في الآية دي بيتيجي سلبيا ليس الله إنسان لكن في أوقات كثيرة ربنا أيضا بيحاول وصل لنا اهتمامه ومحبته من خلال الإنسان زي إيه زي الآية اللي موجودة دي قدامنا الآية دي من مصمور 103 وهنا بيستخدم الإنسان أو الأب بصورة إيجابية كويس كما يتراقف الأب على البنين يتراقف الرب على خائفه فما قدرش أقول هنا آه لا مش ممكن تعمل المقارنة دي الله ليس إنسان ومش ممكن الله يقارن بالأب هو بيقارن بحاجة مهمة جدا بياخد صفة ويقارنها فبيقول من حيث الرأفة الأب بيتراقف على أولاده من حيث إيه الرأفة إلا إذا كان أب شرير لكن الأب الصالح بيتراقف على أولاده فكما يتراقف الأب على البنين يتراقف الرب على خائفه إزاي أفهم أنا إنه الرب بيتراقف علي وإزاي أفهم مفهوم الرأفة أفهمه من خلال علاقتي كابن بأبويا أو علاقة ابني بيا كأب إنه أنا كأب إزاي بتراقف على أولادي وفي مرة قال لهم أيضا إنه يعني عن الأم هل تنسى المرأة رديعها هل تنسى المرأة رديعها وعايز يقول أنه مش ممكن أبدا الأم تنسى رديعها لكن في بعض الأوقات حتى وإن نسينا لكن الله لا يمكن أبدا أن ينسأنا ورب حتى الرب يسوع استخدم نفس الإسلوب في تعليمه لما لما قال أيضا من منكم إذا سأله ابن سمكة أي يعطيه عقرب وإذا سأله خبز أي يعطيه حجر فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة فكم بالحري أبوكم السماوي يهب خيرات للذين يسألونه فاستخدم الأب اللي لما ابنه بيسأله حاجة مش ممكن يديله حاجة بتضره مش ممكن ابنك يبقى جعان وعايز رغيف خبز يكله تروح تدور على حجر وتقول له خد كل الحجر ده ما حدش من الأباء بيعمل كده فإن كنت أنا كأب وأنا إنسان شرير بعرف أن أعطي أولادي عطايا جيدة فكان بالحري أبو فالكونتراست دوان ربنا بيستخدمه باستمرار المقارنة دي اللي ربنا بيستخدمها علشان يقارن ويفهم الإنسان أنت مش قادر تفهم دوان ده موضوعك أنت لكن ما تستخدمش آية في غير محلها لكي ما تحاول أن تطعن في عقيدة أنت رفضها لما نيجي للنص دوان كما يترأف الآب على البنين يترأف الرب على خائفه لأنه يعرف جبلتنا يذكر أننا تراب نحن الإنسان مثل العشب أيامه كزهر الحقل كذلك يزهر لأن ريحا تعبر عليه فلا يكون ولا يعرف موضعه بعد أما رحمة الرب فإلى الدهر والأبد على خائفه وعدله على بني البنين لحافظي عهده وذاكري وصياه ليعملوها وده اللي بيعلمه أننا الرب فعشان كده الآية ليس الله إنسان فيكذب أو ابن إنسان فيندم ليست لها علاقة بالتجسد فمن فضلكم من فضلكم ادرسوا الآية وافهموا القرينة وافهموا الآية في سياقها الصحيح طيب ده بالنسبة للآية الأولى في آية أخرى بقى آية أخرى الآية الأخرى دي برضو من الآيات التي دائما دائما يسيء تفسيرها واستخدامها المسلمين لما يقول لنا في غلطة تلاتة وفي عدد تلاتتاشر المسيح افتدان من لعنة النموس اصار لعنة لأجلنا لأنه مكتوب ملعون كل من علق على خشبة فبالتالي على طول الإخوة المسلمين يقول لك آه ملعون كل من علق على خشبة فمش ممكن أبدا الله يسمح لنبيه المسيح أنه يعلق على خشبة فهو أنتم كيف تعبدون ملعونا لأنه إن كنتم بتؤمنوا بالصليب فالصليب هو خشبة وبالتالي أنتم بتعبدوا إلهاً صنعتوا ملعونا آية بتتاخذ خارج سياقها وخارج مفهومها كويس وأنا حاول أشرحها بكل بساطة الآية بكل بساطة بتقول المسيح صار خلي بقى لك الكلمة هنا المسيح الصار يعني المسيح صار لعنة يعني المسيح في شخصه ليس ملعونا لكن المسيح صار لعنة صار لعنة فاللعنة ليست لعنته كشخص لكنه حمل اللعنة النص واضح جدا المسيح صار لعنة لأجلنا أرجع للنقطة المسيح صار لعنة وليس ملعونا في شخصه بل حامل اللعنة عن الخطأ وده المفهوم الكتابي المسيح حمل خطيانا وحمل لعنة الخطيئة عنه على الصليب فالمسيح كل الكتاب المؤدس يشهد أنه قدوس وبار لم يفعل خطيئة ولم يوجد في فمه غش لما نرى الأنجيل نعرف أن يسوع المسيح في كل حياته كان قدوس وكان بار شهد عنه الأعداء قبل ما يشهد عنه الأحباء شهد هو أيضا عن نفسه وتحدى كل الجموع عندما قال لهم من منكم يبكتني على خطيئة لم يكن قاطعا للطريق رئيس عصابة بيأتع الطرق على القوافل لم يحمل سيفا ويزبح ويقتل ويهلك لم يزني ويشتهي النساء لم يكن شتاما ولا سبابا بل كقصبة مردودة لا يقصف وفتيلة مدخنة لا يطفئ لا يسمع أحد صوته في الشوارع لم يكن دنيوي لم يكن شريها في الأكل لم يكن سكيرا لم يسيء لأحد بل حتى المرأة التي أمسكت في ذات الفعل أظهر نحوها رحمة ورأفة لم يكن قاصيا عنيفا أنانيا طماعا شهوانيا دا المسيح دا المسيح فبالتالي الآية دي لما نيجي نقراها لابد نحن نقراها أيضا في المفهوم الكتاب المؤدس ومفهوم ما أعلن الكتاب المؤدس عن شخص المسيح كلنا عارفين المسلم قبل المسيح يعلم جيدا أن المسيح هو قدوس وبار ويعلم أنه إذا ودع المسيح في مقارنة مع غيره فلن يصمد أمامه أحد أخلاقيا وسلوكيا من كل جانب فهو بلا خطية لكنه عمل مثل الملعون لأنه حمل خطيانا وعقاب خطيانا على الصليب دي حقيقة بقى أنت عايز تقبلها ولا عايز ترفضها that's up to you لكن الحقيقة اللي بيقولها الكتاب أن المسيح حمل خطيانا وحمل أيضا عقاب خطيانا وهو الموت لما نرجع بقى إلى إلى الاقتباس نفسه لأنه الآية التي أخذها بوليس الرسول في غلطية 13 لابد أنها ترجع إلى الأصل الأصل بتاعها مذكور في سفر التسنية وفي الآيات من الأصحح 21 من عدد 22 إلى 23 بيقول لنا إيه وإذا كان على إنسان خطيئة يبقى الإنسان اللي هنا في سفر التسنية اللي هو بيحكم عليه بالموت لابد أن يكون عليه خطيئة يعني عليه خطيئة يعني حكم على إنه خاطئ ارتكب خطيئة عقابها الموت يعني هو في أصله خاطئ ارتكب خطيئة أصلها الموت حقها الموت فقتل فقتل وعلقته على خشبة يبقى القتل الأول اتقتل الأول وبعدين إيه علق على خشبة ليه لأنه مجرم لأنه خاطئ فتم الحكم عليه بالقتل وبعد ما قتلوا علقوه على خشبة وعلق على خشبة فلا تبد جثته على الخشبة الجثة بتاعته لو أنت موته بعدين حطيته كبقى يعني إزلال وك إعلان لأنه هذا الإنسان يستاهل حطيته على خشبة ما تخليش جثته تبات على الخشبة بل تدفنه في ذلك اليوم لأن المعلق ملعون من الله هو ملعون من الله ليه لأنه أساسا حكم عليه بالموت لأنه فعل خطية حكمها الموت كويس فلا تنجس فلا تنجس أرضك التي يعطيك الرب إلهك نصيبا طيب نيجي بقى الحكتين شوف الفرق ما بين رب يسوع في النص ده وما بين حياة رب يسوع الإنسان دوان الملعون أولا أن يكون قد فعل خطية حقها الموت طيب هل المسيح فعل خطية بحسب النموس حقها الموت لم يزني لم يسرق لم يعبد الأوثان لم يفعل خطية رب يسوع فحياته كلها فبالتالي المسيح لم يعمل خطية فهو قدوس وبار الحاجة الثانية أن يموت ثم يصلب بنجد العكس في حياة المسيح المسيح صلب ومات المسيح صلب ومات وعش كده موت المسيح موت مختلف ليه لأن موت المسيح هو موت نياب عن بمعنى أن المسيح مات نيابة عن ومن أجل خطيانا أحبنا للدرجة أنه حمل خطيانا عش كده يقول عنه كتاب هو ده حمل الله الذي يرفع خطية العالم طب جبنا ده منين جبنا من شوايات كتيرة جدا في الكتاب مؤدس يقول لنا في كورونس 6 يا 5 21 لأنه جعل الذي لم يعرف خلي بالك من الآية هنا لأن كل كلمة هنا مهمة جدا جعل أي أنه لم يكن ليست فيه ليس في شخصه خطية جعل الذي لم يعرف خطية مسيح لم يعرف خطية جعله خطية طب إزاي المسيح جعل خطية عندما حمل خطيانا على الخشبة فجعل خطية لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله في الموت النياب في بطرس الأولى وأصحح 2 وفي عدد 24 الذي حمل هو نفسه خطيانا في جسده يبقى المسيح لم يفعل خطية لكن المسيح حمل خطيانا في جسده حمل خطيانا الحمل اللي احنا كنا شايلينه والدينون اللي احنا كنا شايلينها بسبب خطيانا جي المسيح وحملها نيابة عننا الذي حمل هو نفسه خطيانا في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطايا فنحيا للبر الذي بجلدته بالجلدات بتاعته شوفينا كمان يقول لنا في عبرانين تسعة وفي عدد تمانية عشرين هكذا المسيح ايضا بعدما قدم مرة لكي يحمل خطايا كثيرين سيظهر ثانية بلا خطية يبقى المسيح اتى مرة وهي في تجسده لكي يحمل خطايا كثيرين هيأتي ثانية بلا خطية ليس لكي يحمل خطايا بل لكي يدين الاحياء والاموات آية اخيرة نبوة اشعياء والاصحاح 53 لكن احزاننا حملها واوجاعنا تحملها ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومزلولا وهو مجروح لأجل معاصينا مصحوق لأجل آثامنا تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد الى طريقه والرب وضع عليه اثم جميعنا يبقى المسيح الذي لم يفعل خطية ولم يوجد في فمي غش صار لعنة عندما حمل خطيانا على الصليب وهذه الخطايا عقابها الموت فاللعنة كانت الموت لان اجرت الخطية موت وهكذا مات المسيح من اجلنا لكي يحمل خطيانا نيابة عنها بالزبط نفس السورة ادّمها لحضراتكم في العهد القديم في العهد القديم كان الانسان الخاطئ كان يجيب زبيحة شاه كويس لكن مش يجيبها كده وروح مديها للكاهن يقول له خد بقى انت الزبيحة دي اتبعها وقدمها نيابة عني لكن كان في حاجة الرب قالها لشعبه لما يأتي لكي ما يقدم الزبيحة يعمل ايه يقول له تضع يدك على الزبيحة طب الحمل دو هل اخطأ ما اخطأش هل ارتكب ذنب يستحق عليه الموت ما ارتكبش ذنب يستحق عليه الموت لكن ربنا كان يقول له حط يدك على الزبيحة وقر بخطيك يعني اعترف بخطيك ليه ليه الموضوع ده علشان كان كان عبارة عن يعني تصور كده او ربنا بيدي للإنسان انه يفهم انه انا الخاطي اللي عملت الخطيئة بتاعتي كويس انا استهل الموت لكن هذا الحمل لم يرتكب خطيئة يستحق عليها الموت لكن لما وضعت يدي عليه كأن الخطيئة انتقلت مني وانا بعترف الخطيئة مشت مني انا القاط اللي استهل الموت لكن الخطيئة مشت مني وتنقلت الى الحمل البريء فالحمل البريء دوان حمل خطيايا وهيموت نيابة عن خطيايا وكأنه أيضا حياته هو هتتنقل لي أنا فأنا اللي هحيا وهو اللي هيموت وده بالضبط اللي عمله الرب يسوع إنه قدم نفسه فدية عن كثيرين وهو كفارة لا من أجل خطيانة فقط بل من أجل خطايا العالم أكبر فالآية صار لعنة وملعون كل من علق على خشب ما ينفعش تستخدمها إنك حتى تطعن في صليب المسيح وفي حقيقة صليب المسيح طيب آية أخرى أتمنى أن تكونوا متابعين معي لأننا عندنا أكثر من آية النهار ده آية أخرى رب يسوع في يحنى خمسة وفي عدد ثلاثين بيقولي أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا كما أسمع أدين ودينونتي عدلة لأني لا أطلب مشيئتي بل مشيئة الآب الذي أرسلني طبعا أول لما الإخوة المسلمين يقروا آية زي دي أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا نشوفوا أهو هو مجرد نبي من الأنبياء كل حاجة بيعملها هي بإذنه يعني فكل حاجة بيعملها كان في حياته من معجزات ومن آيات ومن شفاء ومن إقامة موتة فكان يعملها بإذنه وبتصريح من الله وده كلام المسيح وده بينفي لهوت المسيح نعم مش بتسمعوا الكلام ده كتير طيب برضو نرجع إلى نقطة مهمة حضرتك وانت بتاخد الآية دي كده وبتطير بيها خدت الآية دي وطرت بيها كده طياري هل حضرتك تعبت شوية وأريت أصحاح خمسة مش هقولك إنجيل يوحنة كله يعني يمكن إنجيل يوحنة كله يبقى كبير عليك سأنا هقولك هل أريت تعبت وأريت أصحاح خمسة اللي وردت فيه الآية دي من إنجيل يوحنة ما أنت لازم تقرأ الأول كل الأجزاء زي زي برضو آية أخرى قد كلمتكم بهذا وأنا إنسان يا عمي ده لسه قبلها بأيتين بيقول اليهود والكتبة والمعلمين بيقولهم قبل أن يكون إبراهيم أنا كان ده أبلها بأيتين يعني يعني تبرفع عينك شوية الفوق لكن هو هو لقي آية تمشي على هواه كويس فقال لك أخدها أهدي تنفع برضو وأقول أنه المسيح قال عن نفسه أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا طيب أولا كل أصحاح خمسة مش إنجيل يوحنة بس يعني مش أكلم عن كل إنجيل يوحنة أكلم عن أصحاح خمسة اللي وردت فيه الآية دي كل أصحاح خمسة من إنجيل يوحنة بيبرهم من أوله إلى آخره على لهوت المسيح يعني خلينا نطلع الأصحاح ده أهو موجود قدامي من أول ما الرب يسوع شفى مريض بركة بيت حزدة من أول لما قال له كم احمل سريرك ومشي كويس وابتدأ وده كان يوم سبت وابتدأ اليهود يقولوا عليه إن هو كسر السبت لأنه شفى مريض يوم سبت أقام مفلوج بقاله 38 سنة قاعد عند البركة كويس ما بيتحركش الرب يسوع فجأة ظهر قال له قم واحمل سريرك ومشي فالرجل أب قام فبالتالي الرب يسوع بشفاءه كسر السبت ده بحسب تفسير اليهود ولكن ليس بحسب الحقيقة يعني ومن هنا دار بقى حوار كبير جدا ما بين اليهود وما بين الرب يسوع ولهذا كان اليهود يطردون يسوع ويطلبون أن يقتلوه ده في أصحاح خمس ده في عدد ستاشر من نفس الأصحاح قبل الآية اللي إحنا لسه قرينا من شوية ولهذا كان اليهود يطردون يسوع ويطلبون أن يقتلوه لأنه عمل هذا في سبت يبقى أول جريمة في نظر اليهود أنه عمل الشفاء ده في يوم السبت فمن أجل هذا كان اليهود فأجابهم يسوع في عدد سبعتاشر أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل أنتوا إيه المشكلة بتاعتكم هل الله بيتوقف عن العمل هل الله ما بينقص الناس يوم سبت هل الله ما بيشفيش يوم سبت هل الله ما بيفتحش أعين العم يوم سبت هل الله مش ممكن يقيم مية يوم السبت كويس وده ده اللي قاله رب يسوع إنه 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 الله بيعمل الله بيعمل باستمرار بيعمل ولأن الله بيعمل أبي يعمل حتى الآن وأنا أيضا أعمل طبعا اليهود على طول فمن أجل هذا كان اليهود يطلبون أكثر أن يقتلوه ليه لأنه لم ينقض السبت فقط يعني الخطيئة الأولى بتاعته في نظرهم إنه نقض السبت لأنه هو عمل آل بقى حاجة تاني زودت الطينة بلى في نظرهم ما عرفش المثال المصري بس يعني زودت الطينة بلى حولت الموضوع بدل ما يتحل مع اليهود حولته إلى موضوع معقد أكثر لما قال الرب يسوع أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل فكانوا يطلبون أن يقتلوه أكثر لأنه لم ينقض السبت فقط بل قال أيضا أن الله أبوه معادلا نفسه بالله ممكن إخواتنا المسلمين بس قبل ما يخضوا آية زي اللي احنا قرناها ديا إنه أنا لا أقدر من نفسي أن أفعل شيئا يقروا اللي قبله ولبعده ممكن يقولولنا يا ترى يعني إيه معادلا نفسه بالله يعني إيه معادلا نفسه بالله مين اللي بيعادل نفسه بالله مين العاقل العاقل الطقي اللي ممكن يعادل نفسه بالله ده إحنا عندنا لما يقولك شخص دايما يقول أنا 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 يقولك يعني أعوذ بالله من كلمة أنا تعملت من نفسك إله خيز ممكن بجد يعني الإخوة المسلمين اللي هم بيطلق عليهم أو بيطلقوا على أنفسهم فلان الباحث وفلان الباحث وفلان الباحث والدعية فلان وأستاذ مقارنة الأديان إلى آخر الأمور دي كلها ممكن يقولنا الآية دي تتفسر إزاي ما يمكن عندك تفسير إحنا مش عارفينه ما يمكن يعني حضراتكم يعني الأي كيو بتاعكم ممكن أعلى مننا أوليك وجهة نظر أخرى مختلفة في تفسير الآية دي يعني إيه المسيح يعادل نفسه بالله أليس هذا شركا أليس هذا أنه إنسان يجعل من نفسه إله أو ينظر إلى نفسه على إنه هو الله وهل الله يوجد من يعادله يعني هل نقدر نقول إنه هناك كائن ما يعادل الله طب إزاي المسيح يقول الكلام ده عن نفسه وإزاي اليهود فهمه من كلام الرب يسوع أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل إنه هو جعل نفسه معادل لله وزاي ما قلت لحضراتكم قبل كده الوحيد الذي يعمل كل وقت وكل آن وفي كل زمان هو شخص الله وحده آه هو اللي أعطى الشريعة لشعبه وقال لشعبه إنه تستريح يوم السبت لكن أعمال العناية الإلهية لا تتوقف حامل كل الأشياء بكلمة قدرته وهو بيعتني بيعتني بكائنات بيعتني بالمخلوقات بيعتني بالطبيعة بيعتني بالعالم كل المرء وغير المرء الله بيعتني الله ما بياخدش أجازة يوم السبت والمسيح قال هذا الكلام إنه زي ما أبي بيعمل يوم السبت أنا كمان بعمل يوم السبت فجعل نفسه معادلا لله ياريت زي ما بيقول لحضراتكم ياريت وإنت بتعمل بحثك تبقى أمين تتعب نفسك شوية شوية قدي كده مش عايزين كتير بس شوية قدي كده عشان تبقى أمين وعشان حتى يبقى ضميرك مرتاح للمعلومة المعلومة اللي أنت بتقدمها ما تبقاش معلومة أنت حاسس في قرارة نفسك أنها يعني أنك مش عادل في بحثك شو أنت تبقى عندك ضمير وإنت بتعمل بحث أنك تقرأ تتعب شوية نفسك تقرأ ما قبل وما بعد وترى الآية في سياقها وزي ما قلت الآية جات في يوحنى خمسة وأكتر أصحاح في العهد الجديد بيكلمني بيكلمني عن لهوت المسيح هو أصحاح خمسة وإنت لما بتقول آية زي كده بتاخدها على فكرة فيه حتى بعض المسلمين اللي ممكن يرجعوا وراك والمسيحيين اللي يرجعوا وراك ويعرفوا أن أنت اللي بتقولوا ده كلام ملهوش صحة وبالتالي حتى مصداقيتك أنت كباحث تتهز طيب آية أخرى نكمل بحث نكمل إراية في أصحاح خمسة علشان أوريكو إلى أي مدى استخدام آيات وتفسير آيات على هواهم ليس أمرا يعني صحيحا في أصحاح خمسة برضو بيقوليه بيقولينا في عدد 21 لأنه كما أن الآب يقيم الأموات ويحيي كذلك الإبن أيضا يحيي من يشاء على فكرة الإبن يحيي من يشاء ده كلمة من يشاء هنا مهمة جدا يعني إيه؟ يعني الإبن يحيي من يريد من يريد لأن الآب لا يدين أحد بل قد أعطى كل الدينيون للإبن لكي يكرم الجميع الإبن كما يكرمون الآب من له من لا يكرم الإبن لا يكرم الآب الذي أرسله زي ما الآب بيقيم الإبن أيضا بيقيم ويحيي من يشاء زمان قبل يمكن 200 سنة ويمكن عندنا في بلدنا في العالم الثالث أو في مصر يمكن نرجع مثلا شوية كده نقول 100 سنة كانت الوظائف تورث يعني أنا لو نجار ابني بيطلع نجار أنا لو مزارع ابني بيطلع مزارع أنا لو تاجر ابني بيطلع تاجر فكان الإبن دايما يعمل عمل الآب يعني ارجعوا كده بذكراتكم شوية ولو حد من المشاهدين يعني كبار سن يقدر يعرف اللي أنا بقوله ده صح ولا لأ فلما نرجع لألفين سنة طبعا لما نكون هناك بقى التخصصات والنهار ده الناس بتتخصص في أشياء يعني صغيرة جدا يعني العلم توسع وأصبح هناك تخصصات وكل واحد من ولادي بياخد مجال مختلف وتخصص مختلف لكن زمان ما كانش كده فالقرينة اللي بيكلم منها الرب يسوع أنه ما يعمله الآب يعمله الابن نفس العمل فالآب يقيم الابن يقيم الاب يحيي والابن يحيي الاب يكرم الابن يكرم بايز؟ لما نيجي بقى لجزء آخر في النص ده يقولي الحق الحق أقول لكم أنه تأتي ساعة وهي الآن حين يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيون الحق الحق أقول أنه تأتي ساعة وهي الآن حين يسمع الأموات صوت ابن الله من ابن الله هنا؟ المسيح يسوع هيأتي ساعة فيها يسمع الأموات صوت ابن الله يعني إيه يعني إيه الآية دي؟ ومن إيه اللي عنده قدرة إنه يسمع صوته للأموات؟ للدرجة أن الكلمة عندما تخرج من فمه وتصل إلى الجسة الميتة اللي بقالها مئات أو ألاف السنين هذه الكلمة فيها سلطان سلطان إنه يحيي ويقيم هؤلاء الأموات ما بقالش هنا يأتي ساعة فيها يسمع الأموات صوت الله لكن قال صوت ابن الله وتاضي الواكف وفيه مواقف مواضع أخرى قال ابن الإنسان وتط旧 والسامعون يحيون يعني سوته هو سلطانه وعش كده لما وقف أمام قبر العاذر قال للعاذر العاذر هلما خارجا فالكلمة اللي خرجت من فمه أحيت العاذر من جديد وكأننا يعني لو واحد مخرج قدر أنه يتخيل الصورة وهو واقف عند قبر العاذر أو قدر يدخل بكاميرا إلى قبر العاذر في اللحظة اللي فيها نطق يسوع اسم العاذر وقال له العاذر هلما خارجا وكأنه يرى أنه إزاي العصب وإزاي اللحم وإزاي كل حاجة بترجع تاني من جديد ويخلق من جديد إنسان بعد أن أنت ده يسوع طب يعني إيه بقى نفهم وهنا زي ما أقول حضراتكم لا تتعجب من هذا فأنا وتأتي الساعة فيها أسمع جميع الذين في الكبر صوتوا ويخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة طب زي بقى نفهم الآية أنه لا أفعل شيئا من نفسي لا أستطيع أن أفعل شيئا من نفسي ما يفعله الآب يفعله الإبن وهنا الآية دي هي برهان على لهوت المسيح وليست برهان على إنسانية المسيح على أنه مجرد نبي من الأنبياء لما يقول هنا ما يفعله الآب يفعله الإبن لأن المشيئة الإلهية واحدة فالله مشيئة واحدة فما يفعله الآب يفعله الإبن الله ليست عنده مشيئتين ولا إرادتين في الإيمان بالإله الواحد المثلث الأقانيم الآب والإبن وروح القدس هناك مشيئة واحدة وليست مشيئتين إرادة واحدة وليست إرادتين عمل واحد لإله واحد وليس أعمال متناقضة لأشخاص متعددة حقيقة دي مهمة جدا جدا الآية تؤكد على أنه من الاستحالة الانفصال بين الأقانيم في الرأي والعمل وتشير إلى الاتفاق التام ما جاش الرب يسوع قال آه أنا هعمل حاجة بقى من مزاجي أنا مستقل أنا إرادتي غير إرادة الآب قالش كده لكن رب يسوع أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت كان كل حاجة هي مشيئة واحدة وإرادة واحدة لأن الله في طبيعة وفي جوهره ولهوته واحد إله واحد طبيعة إلهية واحدة ومشيئة إلهية واحدة وعمل واحد مهمة أول نقطة دي لما بنكلم عن الثالوس عن الآب وعن الإب وعن الروح الكدس إله واحد طبيعة أو جوهر واحد مشيئة واحدة وعمل واحد لا يتناقض أبدا الخلق وصف على أنه عمل الآب وعمل الإب وعمل الروح الكدس القيامة عمل الآب وعمل الإب وعمل الروح الكدس هناك أدوار لكن ليس هناك تناقض لكن هذه الأدوار هي لتحقيق مشيئة واحدة وخطة واحدة وعمل واحد كل ما للآب هو للإبن فالإبن يحيي من يشاء وهكذا عمل الآب يبقى النقطة دي مهمة جدا جدا يبقى جاوبنا على الأقل ثلاث نصوص ليس الله إنسان فيجزب ليست لها علاقة بالتجسد نهائي الباقي الآيات التانية وضحت جدا في سياقها هنكمل مع بعض الحلقة اللي جاية في أن احنا ناخد بعض النصوص الأخرى لكن إلى أن نلتقي في حلقة جديدة سلام المسيح يكون معكم